أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط ميكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من السن من النسائين اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنتبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة وعطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يدلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤميات والقانتين والقاندات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافذين فروجهم والحافذات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمية إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحك أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناك هالك إذا يكون على المؤمنين حرجوا في أزواجهم أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرجه فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا منه قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمة إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم مجرم كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تدعي الكافرين والمنافكين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتهم وإذا نكحتم المؤميات ثم طلق ضموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددونها فمتعوهن وأسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أسوجك التي آتيت أجورهن ولك الثمينك مما فالله عليك وآتي عمك وآتي عماتك وآتي خالك وآتي خالاتك التي هاجرنا معك ومواتا مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤفي إليك من تشاء ومن يبتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقرع عينهن ولا يحسن ويرضون بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عيد الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤميات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي كل أزواجك وبانتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤذيني وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرد والمرجفون في المدية لنغرينك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا قتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة كل إنما علمها عيد الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعنى الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم دعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عيد الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا العمالة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات ما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يدج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة كُل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرد ورسن كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي ينزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يمبيكم إذا مزقتم كلا ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة وللذين لا يئمين بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأوضي إن نشأ نخصب بهم الأوضى ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لا آية لكل عبد منيب ولقد آتينا داون منا فضلا يجب لوي معه والطير وعلنا له الحديث أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدفها شهر ورواهها شهر واصلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين ذيه بإذن ربه ومن يزغ منهم أن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماتيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا وعلى دافود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خرت بيات الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رسك وبكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأرسل عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل طمد وأتلمي وشيء من سدري قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين الكرة التي باركنا فيها كرة ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا بعيد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم حديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقل صدق عليهم بليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل دعوا الذين سعمتم من دون الله لا يملكون بذقاء الغرات في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عيده إلا لمن أذينه حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا ربكم قالوا الحق والعلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أويكم على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يغتح بيننا بالحق هو الفتاه العليم قل أروني الذين الحقدم به شركاءك لا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسل لك إلا كافة للناس بشيرا وعاذرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صديقين كلكم معاد يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا الكرآن ولا بالذي با يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عيد ربهم يرجع بعدهم إلى بعد القول يقول الذين استدعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استدعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استدعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نقرب الله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في عناك الذين كفروا هل جزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين كل إن ربي يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل الصالحا فأولئك لهم جزاء الدعف بما عملوا جزاء الدعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذب محضرون كل إن ربي يبسد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ومن فقدمه شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعدكم لبعد نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوكم عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترار وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسل إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان كير قل إنما أعدكم بواحدة تقوموا لله متنا وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كل ما سألتكم من أجري فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقثب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباتل وما يعيد كل إن ضللت فإنما أدل على نفسي وإهلت فبما يحيي إلي ربي إنه سمع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكاني قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التنابش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويغذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطل السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسى له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت أسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حقكم فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتهدوه عدو فإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كبروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن النشور من كان يريد العزة فإله العزة جميع إليه يسعد القلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من إطراب ثم من نطبة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من نوث ولا تدعو إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستب البحران هذا عذب فراط سائر شرابه وهذا ملح أجاج وميك لتأكلون لحمة طريا وتستخرجون منهم وتستخرجون حلة تلبسونها وترى الفلك فيه مواغر لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم الكيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى رب وإن تدعو مذكرة إلى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربا إنما تذر الذين يخشغن ربهم بالغيب وقاموا الصلاة وما تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستب اللعمى والبصير ولا الذلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستب الأحياء والأموت إن الله يسنع من يشاء وما أنت بمسمع ما في الكبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذ الذين كفروا فكيف كان كلا لم ترى أن الله أنزل منها السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيد وحمر مختلف ألوانها وغرى بيد سود ومن الناس والدواب والعنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم مجورهم ونزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي يوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين ذيه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورسنا الذين اصطفعينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساب رمي ذهب ولؤلوى ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي يحل نادار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نزيق لكفور وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكروا فيه وما تذكروا وجاكم الندير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله علم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات السدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فما كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عيد ربهم إلا مغطا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسرا كل أرأيتم شركاكم الذين تدعون ميدون الله يروني ماذا غلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بية منه بل يعد الظالمون بعدهم بعض إلا ورورا إن الله يمسك السماوات والأرض تزول ولن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لن جاءهم نذير ليكون نهد من إحدى الأمم ولما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفاء إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله فهل ينذرون إلا سنة الأولين فلا تجد سنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحفيلا أولم يسيروا في الأرض فينذروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله لعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدرا ولو يواغذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها مي دابة ولكن يواغرهم إلى أجل مسمى فإذا فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما نذر أباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في عناكهم مقلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين عيدهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبسرون وسواهم عليهم ما دردهم أم لا تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر ما اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجري كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء نحصيناه في ما من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر من ذننا وما أنزر الرحمن من شيء إنا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاته لنرجمن وليمس نكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم معكم من ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من غصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون